جهود دقوبة تقوم بها الدولة المصرية في مجال الثقافة والفن من أجل الحفاظ على هوية الإنسان المصري وبناء شخصيته قامت وزارة الثقافة من أجل ذلك الهدف بتجديد وتطوير جميع المنابر الثقافية بالمحافظات وعلى رأسها مسرح المحلة الذي تم تطويره وتجهيزه بعد نصف قرن من الإغلاق في إطار جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة للاهتمام بالأنشطة الثقافية باعتبار الثقافة هي قوة مصر الناعمة والتي تهدف بناء الإنسان المصري ورفع وعي المواطن لتمكنه من القدرة على مواجهة التحديات افتتحت وزارة الثقافة مصرح الثالث والعشرين من يوليو بالمحلة الكبرى والذي يعد واحداً من المشروعات القومية التي تم تطويرها في العشر سنوات الأخيرة بعد خمسين عاماً من الإغلاق بتكلفة تقدر به خمسة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصرح الثالث والعشرين يوليو يعتبر قلعة الثقافة في مدينة المحلة نقدم فيه أنشطة مختلفة ومتنوعة عندنا قطعة مهمة جداً وهو قطعة المصرح بيكذب بأحدة كبيرة قوي من الشباب عندنا شريحة مصرح عندنا نوادي طفل كمان بنكذب الأطفال بيقوم مختلفة أعمار عندنا برضو الجانب الثاني اللي هو الفنون التشكيلية بنحاول نطلع التقاط الإبداعية للأطفال بنوفر لهم الخامات بنوفر لهم المرسم بنوفر لهم كمان مدارد متخصص يقدر يضربهم على الفنو وأشكالها وكلام ده نحاول نحط حاجة كده من الفكر القديم أو الفكر اللي هو حاجة التقليلية بتاعتنا اللي يتحفظ على طرصنا والإبداع بتاع الشعب المصري عموماً وبذلك من المحلة متميزة بكثير من الثقافين وكثير من الفنانين عمليات تطوير مسرح الثالث والعشرين من يوليو تضمنت تجهيزه بأحدث وسائل الصوت والإضاءة وتوفير اشتراطات الحماية المدنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 45 مليون وخمسمائة ألف جنيه وتحول المسرح بعد التطوير إلى منبر لممارسة الأنشطة الفنية والغنائية والمسرحية والمسابقات الفنية بين طلاب المدارس والجامعات والفرق الموسيقية وفرق الإنشاد وعرض المسرحيات لدعم الموهبين في كافة المجالات بالإضافة إلى عرض الأفلام بأسعار رمزية هو يعتبر المنفذ الوحيد لكل فناني المحلة موقعه والإمكانية الموجودة بحيث أنه مجهز أصلاً بأحدث الأجهزة المتاحة فكل الأنشطة الفنية تقريباً على مستوى الغربية بقت حالياً مقرها هي مصرح 23 يوم المصرح مش بس هواية أو مش بس حاجة بقضي فيها وقت فراغ لا هو المصرح عاجة مقدسة من أديم الزمن ومن زمان وهو بيتعامل فيه مصرحيات حلوة جداً ويعني من الجيل الأديم والناس كانت بتحضر بتفراج على الحاجات دي أنا باجي هنا مش مجرد لأنني باجي مثلاً أدوي وقت فراغي لا ده أنا هو المصرح بالنسبالي أنا يعني هو المصرح بالنسبالي حاجة كبيرة يعني ممكن أنا إحنا أطبال مصرح يعني يعني بنعتبر المكان ده كان مقدس بالنسبالنا فهو بقى يعني بنخرج فيه كل التقسل بيالي جوانا أي مشاكل بنيجي هنا نفصل يعني من العالم ويعود تاريخ إنشاء مصرح الثالثة والعشرين من يوليو بالمحلة لعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي وضع حجر الأساسي له في السابع والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين بأهم ميادين المحلة الكبرى وتبلغ مساحته الفا ومائتين وسبعة وثلاثين مترا مربعا ويتكون من خشبة المصرح وصالة بسعة ثلاثمائة وثمانين فردا وغرفة الإسقاط وأخرى للكهرباء وأربع قاعات إدارية أخرى لتدريب الموهبين موسيقى